اروح بقى لكابتن تحسين ابو السادات في جزئية مهمة جدا اللي هي علاقة بالفار وانا استفيد بخبراته بذلك المتواجد قبل كده في كذا مباراة وحصل فيها حالات فار وإحنا في شهر رمضان اللي فات يعني اتكلمنا في قصة كده كانت مباراة تتلاقي في السويس وهو حتى يعني ايه رمى كنبيلة وفي الاخر عارفنا المباراة الاهل يخسرها ليه كابتن تحسين تقنية الفار اولا هل يجوز ان حد يخش عربية الفار مع التليفون الموبايل لا طبعا ممنوع ولو حتى معاه الموبايل ما عندوش التقنية ان ياخد معلومات من عربية الفار او ياخد اي داتة من عربية الفار طب كويس الحيطة دي كويسة اوي يعني الحكم او الابريتور اللي داخل العربية صعب يستخدم الموبايل جوه العربية انا بتكلم عن الحكام الحكام خلينا بس في الستة الحكام الستة حكام اللي موجدين في المباراة ما يقدروش ولا معهم اي تقنية ان ياخدوا اي حاجة من المباراة خالص خالص طيب محادسة الفار اللي شغالة اثناء المباراة ما بين حكم الملعب وحكم تقنية الفار بيسمع فار هل الصوت عشان بس اوصل للناس الجزئيات دي هل الصوت اللي في العربية ما بين حكم الملعب وحكم الفار مسمع في العربية والابريتور سمعه لو مش معاها السمعه في ودنه وحادسة التليفون قدامه الستة اللي سمعين دايرة مغلقة بين الستة حكام والابريتور دايرة مغلقة دايرة مغلقة يعني ما فيش حد بيسمع اللي هم يعني حتى لونا في العربية داخل اف هستيهم لا مش هتسمع الصوت غير في السماعة لازم اركب السماعة لازم تركب السماعة عشان تسمع او احنا بس بنركز في تفاصيل لان كابتن تحسين حكم دولي ودخل تقنية الفار واشتغل ففي الحاجات اللي زي دي مهم جدا نعرف الجزيات التقنية واحنا بنتناقش اللي اتنين بس اللي عندهم القرار هم اللي بيتكلموا وكل اللي بيسمع بس اللي بيسمع من خلال السماعة من خلال السماعة يعني الوقت محمد عادل وميدو سلامة بيراجعوا اللعبة هو كلام الحوار بين محمد عادل وميدو سلامة فقط مايبقاش في اللونج جوه العربية مسموع مايبقاش اللي معاه السماعة بس اللي سامع اي حد خارج الدائرة بتاعتنا ما بيسمعاش طيب بعد الماتش ما بيخلص وانت اشتغلتها بكده ممكن ايفار في بعض المباريات بعد المباراة بتخلص الهارد المتعلق بالمحادثات بينتقل ازاي الهارد ده من الشركة للجنة او الاتحاد المنطبي هو مين اللي بيستلم احنا ما نعرفش الاتحاد واللجنة عارفين مين اللي بيتروح له الحاجة دي او الهارد ده بيروح لمين عشان بعد كده بتقطع الحالات وانت بتشرح للحكام بتقطع الحالة كل حالة على حد مين بقى اللي راح له مين اللي لو ده التسريب ده تم انا بنقول للناس عشان نوضح الصورة كاملة الحكام مفيش معهم داتا مفيش معهم هارد الهارد بيتنقل من الشركة للاتحاد الكورة او لجنة الحكام على حسب من المخصص اللي بيستلم الحاجة دي طيب هل الابريتر الموجود في عربية الفار ليه دور في نقل الحاجات دي الشركة بقى احنا ما نعرفش مين من الشركة اللي بينقل الحاجة دي او بيودها للاتحاد الكورة الشركة محددة اكيد وليكن مثلا الكابت الناصر مثلا مندوب الشركة وفيه مندوب في الاتحاد بيستلم الحاجة دي من المندوب ده للمندوب ده فقط لغير الحكام اللي يجدخل بالقصة بتتنيل خلال فترة زمنية قدية على حسب ما هم عاملين معهم في العادة احنا بقى مثلا في نهاية الاسبوع او كل يوم او كل مباراتين على حسب ما هم المتاح ممكن بعد المبارات تتلقل لو انت عادي لو هو متفق معاك اه لو انا متفق معاه ان انا قبل الابل الديبريفينج بروح بخلاص لو انا قبل الاجتماع الفني بتاعي بروح انقل قبل الاجتماع لو انا بعد كل مباراة بعد كل مباراة على حسب ما هو متفق معاك هل ممكن لعبة في محطس طفور بتخلص في 30 ثانية ولا على قل oftentimes بتاخدلها فترة زمنية من 3 الاربع دقيق على حسب اللعبة على حسب اللعبة هو بيراجع ايه في اللعبة؟ ممكن لعبة تخلص في 30 ثانية ممكن تخلص في 50 ممكن تقعد 5 دقيق في الدوري الانجليزي قعدت 3 دقيق قعدت 3 دقيق اقا عادي على حسب اللعبة انت صعوبة اللعبة ايه